السلام عليكم ورحمة الله بعد انهاء دورتي والتحليل الموجي احبت اتشكرك أخو سام على كل شيء قدمت النياب لدورة حقيقة انه قبل الدورة كان موضوع التداول هو اشيء مش مقنع بالنسبة لي وكان عبارة عن دعوم مقاومات صراحة اشيء مبني على الحظ بعد ما سجلت الدورة واخدتها وفهمتها طلعت الامور غير هيك وطلعت الامور انه التشارت هو لغة لغة بواحد بيقدر يحللها وبيقدر يفهمها وبيقدر يتنبأ لسعر لاشيء لقدام بشكل دقيقة جدا طبعا بالاخر هو سوق ممكن الامور تختلف لكن الامور اختلفت كثير من ناحية فهم التشارت وحبيت اتشكرها بكل قلبي حبيبي وسام انا عماد من عائلة العلم شكرا اليك اخواني اخواتي السلام عليكم المنطق في تداول علم تحليل موجود طريقتنا مختلفة عن كل المدارس عن كل القنوات وترون بام عينكم تحليلاتنا تتحقق بنسبة كبيرة جدا تحليلاتنا لاننا نعتمد على المنطق على علم واحد زايد واحد وسوي اثنان لا نعتمد على اشياء غير علمية علم فقط ولا شيء اخر لا نعتمد على شائعات ولا اي شيء اذا عندما تضغط على الرابط كما قلت تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نشارك معك فيها اربعين حالين متداولين المشاركة في دوراتنا تدربية وكذلك نشارك معكم كذلك اخر العروض وهذا هو اخر عرض الذي تحصل فيه على دورتين تحليل موجي برايس اكشن 34 فيديو 25 ساعة من الاسرار لاحتراف اي سوق بهم متداولين هذه الفيديوهات تمثل 30% التي ستحتاج لاحتراف تداول تبقى 70% هذه 70% تحصل عليها متلاقا من ثلاثة اشهر التي ستحصل عليها مع العرض ثلاثة اشهر اشتراك في قناة التحليل اليومية تعطيك 70% الباقية لانه تحليل اليومية تمثل التطبيق والثلاثين دورتين تمثلان النظري وبالتالي النظري مع التطبيق تعطيانك 100% كذلك تحصل على ثلاثة اشهر اشتراك في مجموعة النقاشات تتابعي على قناة التحليل اليومية بعخرة المتداول اليدي يجاوبوناك على سلاتك وتابعونا معك شاركونا معك تحليلات يمسا فقط وكذا تجد نفسك منضم لعائلة تساعدك تأخذ بيدك الى ان تحترف باذن الله اذا اذا اردت ان تتعلم تطبق وتحقيق الارباح في نفس الوقت هذا هو العرض المناسب لك اخي اختي الكريمين الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو الثالث رابط او اول رابط عفوا اشتراك في هذا الفيديو اول رابط تواصل مع اي مباشرة على خاصة التليجرام نردو جاوبك وتبدأ رحلتك نحو الخمسة بمرة بحين لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العمناة في الكاذيب وصلنا الى باليوتيوب وصلنا الى ستة الاف وتسعمائة وسبعين مشترك نريد ان نصل الى عشرة الاف قبل البدء في هذا القناة رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو ثالث رابط اخيرا وليس اخيرا لهواة القراءة ادعوكم ان اذهب الى الموقع بروايف تريدر دوت كوم بروايف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قلعتها وكتوب يمكنكم تحميلها مثل دل اساسي لشو ما ليبني فقط اضغط على الابداء الان المجرى ندعم الكنخاص وتصلك الكتب الكنخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن ان تغسلك اموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطيه لنص احملية ولا استثمارية ولا توصيات اذا ضغطت على زر الشراء والبيع فانت المسؤول مسؤول لتنتم عن قراراتك لا تتحمل ايه مسؤولية كل ما نطلبه منك وان تراقب تقارن تشاهد وده شبتك الطريقة يمكنك الانضمام العردنا والى دورتنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم طيب نحن لازمنا في البيتكوين اه على منطقة الدخول ولاحظوا لازمنا بعيدين اه يعني استفدنا من هذا الهبوط استفدنا من هذا الهبوط الحمد لله الان البيتكوين في منطقة اذا اذكرتم يوم امس قلنا انه ممكن يكون هذا واسعد البيتكوين انا فريم صغير وبالفعل هذا الذي حدث واسعد البيتكوين لكسر القمة اذا الان لدي موجة واحدة ما الذي سيحدث مع ذلك لا تنسوا انه اذا حللنا بنية هذه الموجة هاته الموجة الهابطة ستكون على شكل ونحن الان ربما نكون في تصحيح كبير للنزول اكثر لا تنسوا اننا لازلنا لم نكسر هذا القاع وهذا هو هدفي مستوى 25166 دولار هذا هو هدفي الذي ساخذ فيه 50% طيب هل هناك احتمال ان يعود البيتكوين لكسر هذه القمة يس ممكن متى زيادة في الزخم من هذا الموجة وهذا الموجة ثم تصحيح هنا وهذا التصحيح هو الذي سيثبت لي ان هناك صعودا ربما لكسر هذه القمة وربما يطير من هنا اذا اراد اذا اراد ان يعطينا تصحيح اكبر يعني سيسعد من هذه المنطقة هكذا ثم يعود ثم يسعد قبل النزول تصحيح اكبر لنزول اكثر وتصبح اتي كلها موجة واحدة وهذا نزول اخير قبل الصعود ان كان في صعود لا تنسوا ان هدفي الثاني موجود في مستوى 18161 دولار الآن اذا عدنا الى فريم 15 دقيقة كما قلنا هذا الموجة هي على شكل WXYX هذا الموجة WXYXZ هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح الآن لنرى هل سنحصل على موجة تصحيحية اذا حصلنا على موجة تصحيحية هنا وساعدت نموذج regular flat او نموذج حتى running flat لا مشكلة في ذلك اذا حصلنا على هذا النموذج اذا تصحيح كبير سنبحث عن الهبوط اكتر سنبحث عن الهبوط اكتر اذا كل ما اريد ان اراه الان في هذه المنطقة هو تصحيح كبير كيفما كان regular expanding running flat لكي ابحث عن النزول اكتر لكي الغي هذا التصحيح وألغي هذا التصحيح وتصبح هاته كلها موجة واحدة ومع تصحيحين لها بالشرط ان يبقى في التلت الاخير من الموجة الدفع يعني لا اريد ان يتجاوز هذه المنطقة اريد ان يبقى في هذه المنطقة وبعد ذلك عندما يكتمل تكتمل بنيته يعني نحصل فيها على الموجة الدافعة ونحصل على الموجة التصحيحية potemゾ 있습니다 ثم نحصل على الموجة الدافعة الاخيرة وهكذا يكتمل mocking عشرة ومن هذه المنطقة عندما يكتمل التصحيح سنبحث عن البيع لمرة اخيرة لموخرة لحصول على ميت لتي الموجة الدافعة هنا وهكذا تكتمل بنية كل هذا النزول كل هذا النزوم أي هذا الموجة وهكذا لازلنا في هذا الرنين أي صعود قوي زائد تصحيح هذا للشراء لكسر القمة كهدفين أول مستوى الواحد وثلاثين ألف وثمانمائة دولار ثم الخمسة وثلاثين ألف ثم الأربعين ألف ثم ستة وخمسين ألف دولار إلا وجهة فرصة إذا نزل ولم تكن هناك ردة فعل وبدأ ينزل أكيد سيكون هدفيه وقمة هذا النطاق كهدف أول ثم قع هذا النطاق كهدفين تاني يعني هل هناك احتمال أن ينهار البيتكوين والله هناك احتمال هل هناك احتمال هل هو كبير يعني خمسين بالمئة خمسين بالمئة خمسين بالمئة فقط تكتمل بنيت هذه الموجة ويعود وخمسين بالمئة يستمر في النزول لأن المشكلة لا نعرف هذه الموجة هل هي تقفيل هذه الموجة أو خلاص تم إلغاء هذه الموجة والبيتكوين نازل هذا هو الاشكال الذي الذي لدينا لكن كبنية هذه الموجة غير مكتملة بنية هذه الموجة غير مكتملة تحتاج إلى تقفيل الموجة هنا ثم مصود آخر قبل البحث عن نزول تلاحظون النزول في البيتكوين بنسبة لي انا يعني متوقعين النزول لماذا لأنه لدي هذا الحركة غير طبيعية في السوق وهذا قد يكون تقفيلها لنزول اخير قبل الصعود وهكذا يكون هذا يكون هذا هو نموذج تصحيح موجة دافعة تصحيح موجة دافعة للصعود اذا لازال هناك نزول بنسبة للبيتكوين لكسر هذا القاعد. لازل هناك نزول. الا اذا رأينا اشارات بزيادة في الزخم وتطورين في بنيت هذا الموجة. لكن هذا الموجة حاليا كبنية تطورها يقول لنزول. اما الان او بعد كسر القمة ثم العودة. اذا نحن الان نبحث فقط عن اشارات. الاشارة الاولى للبحث يعني البيع هو ان يكتمل هذا التصحيح. يكتمل بموجة دفع ثم موجة تصحيح ثم موجة دفع اخير للبحث عن البيع. اذا طار البيتكوين من هنا بزيادة في الزخم واضحة. يعني يصل الى مستوى السبع عشرين اف دولار مثلا او السبع عشرين اف دولار. ثم يبدأ بالتصحيح هذا للشراء. الى اين? كسر هذه القمة تحول وقف الخسر الى بريك ايفن وطركه. طار جيد. طار جيد. عاد. سنبحث عن البيع اذا اعطنا اشارة هنا للبيع. نقص في الزخم زائد منطقة زائد منطقة تمركز الاموال زائد الدخول مع منطقة تمركز الاموال باستراتيجية لتداول الريجولر او راني او الكنتراكتين صارتم تعرفون اعطي الامور. اكيد اذا اردتم فهم هذه الاستراتيجية ومعرفة اسرارها عليكم. الاشتراك في عروضنا وفي دوراتنا تدريبه وكذلك الانضمام الى قناة التحليلات اليومية. اذا الان اعطيتكم السيناريوات الكاملة خارطة الطريق واضحة اذا اردتم السعود احتاج الى زيادة في الزخم ثم تصحيح للبحث عن السعود لكن كسر القمة خلص وتركه. اذا بدأ يصحح هنا واعطنا تصحيح كبير هذا للنزول اكتر لكسر القاع. انا مع هذا النزول اكتر لكسر القاع فقط يجب الانتظار للحصول على تصحيح كبير لكي يلغي هذا التصحيح من هذا التصحيح تصبح عاته موجة واحدة ونبحث عن موجة اخيرة تكسر لهذا القاع وبعد ذلك انا ساقرر اخذ خمسين بالمئة من هذا الخمسة وعشرين بالمئة الباقية لاننا اخذنا خمسة وسبعين بالمئة في هذه المنطقة وبعد ذلك اخذ خمسين بالمئة واترك خمسين بالمئة لعله وعسى ينزل السعر الى مستوى الثمانية عشر الف دولار لستم متأكدا لكن ممكن ينزل ممكن ينزل اذا هذا هو تحليل اليوم لبيتكوين ترون بامي عينكم قوة تحليل الموجي والبرايس اكشن قوة ما نقدمه يوميا ترون بامي عينكم لا نحتاج ان نوضح اكتر من ذلك اذا اردتم احترافاتي الطريقة هذا هو العرض المناسب تريد ان تتداول مع البيتكوين هذا هو العرض المناسب الرابط ومثبت في تعليقات هذا الفيديو اول رابط وفي صندوق الواس كذلك لهذا الفيديو اول رابط تضغط عليه وتتواصل مع مباشر على الخاص هنا الذي يجاوبك تبدأ رحلتك نحو الخمسة مرات الحين وتتعد عن الخمسة واتسعين مرات خسرين لا تنسوا ان هدفنا وتعليمكم والعلم نعرفكم بسلام عليكم وبركاته